بسم الله الرحمن الرحيم سورة القارع القارع هي اسم من أسماء القيامة تتناول المعاد ومقدماته ببيان مؤشر وإنظار صريح وواضح حيث تصنيف الناس يوم القيامة إلى صنفين الجماعة التي تكون أعمالها تئيلة في ميزان العدل الإلهي وهي التي آمنت بالولاية فتحظى بجزاء النعم بحياة راضية في جوار الرحمة الإلهية وجماعة أعمالها خفيفة الوزن لرفضها الولاية فتعيش في نار جهنم المحرقة وهذا في قول الإمام الباقر والصادق فأما من سقلت موازينه اللي هي بولاية أمير المؤمنين فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه بإنكاره الولاية يعني فأمه هاوية وهي النار التي جعلها الله أمه ومأواه عن الباقر عليه السلام قال من قرأ وأكثر من قراءة القارعة أمنه الله تعالى من فتنة الدجال أن يؤمن به ومن فيح جهنم إن شاء الله وعن الرسول صلى الله عليه وآله قال من قرأها ثقل الله ميزانه من الحسنات يوم القيامة ومن كتبها وعلقها على محارف معصر من أهلي وخدمه فتح الله على يديه ورزقه وسهل عليه أمره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر